نعلم أن عدد الركاعات المفروضة 17 ركعاً في اليوم والليلة وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي 17 حرفاً من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان وهي الألف، اللام، الهاء، الكاف، الباء، الراء، الشين، الدال، النون، الميم، الحاء، السين، الواو، الياء، العين، الصاد، الفاء الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عدداً من حروف اللغة يساوي عدد الركاعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة بالنور هل يبشر؟ آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر؟ والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون حبة الكرام أمرنا بالتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى ومن أعظم صور التدبر أن نتطرق إلى محتوى القرآن من آيات الآجاز العلمي في القرآن والسنة ونرحب في بداية لقائنا كما تعودنا بالأستاذ الدكتور عبد الدعم كحيل مرحبا دكتور بارك الله بكم يا أهلا ومرحبا شرفتنا في هذا اللقاء المتجدد رزاكم الله وعنا كل خير دعنا دكتور نسأل سؤال نبدأ به حلقتنا وسؤال قصير ولكنه مفاجأة وصادم لكن سنستفيد من إجابتك لماذا الإعجاز العلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ذكرت الآية الكريمة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نعم نعم اليوم الحرب على الإعجاز وعلى الإسلام بشكل عام ماذا يستخدمون فيها؟ الأفواه الإعلام الكلام صحيح فهي حرب كلامية فقط وعلى مواقع التواصل نعم ومواقع التواصل والفضائيات وغير ذلك طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتنبأ بأنه سيأتي زمن تشتعل فيه حرب على الإسلام بالأفواه فقط سبحان الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون عجيب الاختيار بكلمة بأفواهي سبحان الله نعم أول مرة أركز معها يعني سبحان الله نعم فضل دكتور لذلك هذه الآية الكريمة تنبئك أيها المؤمن لا تحزن فهذه الحرب استمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهي حرب أفواه حرب أفواه فقط نعم نعم وسوف تفشل الله أكبر نحن الآن حسب مركز بيوري سيرتش الأمريكي الشهير جدا والموقع الإحصائي رقم واحد موثوق بالنسبة للعلماء والباحثين نعم يقول بالحرف الواحد في آخر إحصائية العام الماضي 2017 نعم الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على الإطلاق الحمد لله رب العالمين حقيقة علمية جميل نسبة انتشار الإسلام تصل أحيانا في بعض الدول مثل أستراليا إلى 400% يا الله وفي كندا أكثر من 200% وفي أمريكا أيضا نسبة عالية في أوروبا في فرنسا ففي عام 2050 ستصبح أوروبا قارة إسلامية تنقو مركز هذه نعم وستطيع الرجوع إلى الإنترنت يستطيع أن يرى الجداول والمخططات والإحصائيات بيانيا أو رقميا نوضح المشاهد هذه موجودة نعم طيب أمام هذا هذه العظمة للإسلام الذين درسوا الإسلام في الخارج وأسلم هل عبثا أليس لديهم عقول علمية هل ينتشر الإسلام بالسيف الآن بينهم أبدا من الذي يقنعهم العلم لأن الإسلام تعاليم الإسلام قوتها في ذاتها هي قوية بذاتها لا تحتاج لمن يدافع عن الإسلام محمد الله مجرد أنك تتحدث بتعاليم الإسلام سوف تجد من يكره هذا الإسلام يحاربك مباشرة ليس لشخصك ولكن للتعاليم التي تحملها اللهم احمي دينا نعم لماذا؟ لأن الإسلام يأمر بالطهارة مثلا جميل الإسلام يأمر بالعفاف جميل الابتعاد عن الشذوذ عن الزنا الإسلام يجبرك أن تبرأ بويك حتى ولو جاهداك أن تشرك بالله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة عظيم حتى وهو يجاهدك صاحبهما تصور هذه القيمة العالية الله أكبر في اليابان هناك ملايين العجزة أصبحوا عبئا على الدولة يكلفون مليارات الدولارات سنويا يريدون أن يبعدوهم إلى الريف ليتخلصوا من عبئهم ويفكرون الآن في صناعة إنسان آلي ونيسا لهم عوضا عن الأبناء سبحان الله لأن الابن يعني عدم بر الوالدين يكلف الدولة مليارات الدولارات تصور هناك خسائر مادية جميلة عدم بر الوالدين يكلف الدولة خسائر نعم ينفقون مليارات يا سبحان الله على الإسلام جميل إذن هذه المبادئ كلها لا يريدها الملحد لماذا؟ لأنها عكس ما هوى يطمح أو يهوى نعم يقول تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لا إله إلا يعني مثلاً أنظر إلى صوت الأذان هذا الصوت الرائع الذي كان سبباً في إسلام الكثيرين نعم هناك من ينزعج منه هناك من يعني لا يرغب بسماعي مع الأسف يشمأز قلبه لذلك سبحان الله في كلمات الأذان هناك إعجاز يسحر القلوب الله أكبر يعني شوقت يعني تصور أنا أريد أن أخاطب الملحدين الذين يدعون أن النبي هو الذي اخترع الإسلام فقط بمعجزة الأذان هذا الأذان من أين جاء به النبي؟ طبعاً هو وحي من الله سبحانه وتعالى الأذان فيه إعجاز عددي يتناسب مع معنى الكلمات الموجودة في هذا النص الرائع إعجاز عددي في الأذان نعم جديدة نحن نؤذن أو المؤذن يؤذن في اليوم خمس مرات صح؟ صحيح نعم ونقيم الصلوات خمس صلوات خمس صلوات نعم والصلاة طبعاً فرضت ليلة الإسراء والمعراج نعم لعظمها نعم في سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً نعم آية من آية الله نعم دعني أتأمل معك فقط بعض هذه العجائب جزء يعني من هذه العجائب لندرك عظمة هذا الأذان ولماذا يكره هؤلاء الملحدون يكرهون كلام الله وهذا الأذان دعني أتأمل معك هذا النص الإلهي الرائع جميل لكلمات الأذان وعلاقته بأشهر السنة لأنه لا ينقطع على مدار السنة نعم والأماكن كمان في كل مكان سبحان الله حسب قطوة العرض الأذان مستمر نعم مستمر سبحان الله نعم هذا الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لدي هنا 12 مقطعا بعدد أشهر السنة صحيح فهو لا ينقطع أبدا الدهر علاقة عددية ربانية سبحان الله وآخر عبارة هي لا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله ختم بـ 12 حرفا لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا جميل ومحمد رسول الله تتألف من 12 حرفا شو التوازن الرائع ده سبحان الله يعني انظر إلى وكلمة شهر ذكرت في القرآن منفردة 12 مرة أيضا بعدد أشهر السنة هذا التناغم سبحان الله إذن أنا لدي أولا بناء هندسي يتعلق بأشهر السنة ولكن هذا البناء لابد أن يتعلق بعدد الركعات والصلوات وصحيح ومضاعفة الأجر معقول سنجدها في الأذان؟ أكيد لنرى اللوحة التالية لنكتشف هذه العجائب سبحان الله وهذه الغرائب التي يعني الأذان يتألف من خمسين كلمة جميل الأذان يرفع كم مرة خمس مرات نعم والحسنة بكم؟ عشرة أمثالها في القرآن إذن خمسة مضروفة عشرة يساوي خمسين فهو خمسين كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى قال له هي خمس وهي خمسون خمسون في الأجر خمسون في العمل خمس صلوات وخمسون ولكن في الأجر خمسون لذلك جاء هذا الأذان مضاعفا عشر أضعاف أوقات الصلاة خمسين كلمة ليقول لك إن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها جميل الربط ده ما شاء الله سبحان الله تبارك الله نتابع ياريت يا دكتور لأن أنا متشوق حتى اللوحة اللوحة التي بعدها فقط لنكتشف نعم ماذا يمكن أن يعني كنوز نرى نعم نحن نعلم أن عدد الركاعات المفروضة سبعة عشر ركعا في اليوم والليلة نعم وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي سبعة عشر حرفا من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان سبحان الله العليل وهي الألف اللام الهاء الكاف الباء الرا الشين الدال النون الميم الحاء السين الواو الياء العين الصاد الفاء الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عددا من حروف اللغة يساوي عدد الركعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة بعد هذا الكلام يا دكتور نقف متعجبين منبهرين لا يمكن هذا النظم حروفا وكلمات والأذان ليس صورة من صور القرآن الأذان هو ما أراده الله تبارك وتعالى نداء للمسلم حتى يرى على الصلاة فما بالنا إذا جئنا أحبة الكرام إلى الإعجاز في آيات القرآن حتما سنجد فيها إعجاز رقمي وبياني وعلمي أكثر أيضا من الأذان الذي تحدثنا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى صدق الله العظيم أنزله بعلمه تذكرت أيها الأحبة الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال أتار سماع الأذان وإقامة الصلاة والوقوف بينها إلا راحة وتعجبنا ممن نسمعهم في القنوات وفي وعلى اليوتيوب والمقاطع ينفرون من الأذان لقد أسلم الكثيرون لصوت الأذان وهذا ما دعا باحثنا الكريم دكتور عبد الدائم أن يبحث ربما يجد حكمة وعبرة إلهية في كلمات الأذان واكتشف لنا كما في الجزء الأول أشياء جميلة عشنا فيها ونستكمل الرحلة الإيمانية مع الأذان ومع الدكتور عبد الدائم فضل إذن نحن رأينا أن الله تعالى عندما بنى هذا الأذان بناه بطريقة هندسية تتناسب مع الهدف منه جميل ومع معاني كلماته جميل يعني هذا الأذان يجب أن يرفع على مدار السنة 12 شهرا فجاءت مقاطع الأذان عددها 12 سبحان الله هذا الأذان يجب أن تؤدي بسببه خمس صلوات والصلاة بعشر أمثالها إذن عشر في خمس بخمسين فجاء خمسين كلمة الله أكبر هذا الأذان ينبغي أن تصلي من أثناء سماع الأذان أن تصلي الصبح ركعتين الفجر نعم وأربعة الظهر الظهر وأربعة العصر عشرة والمغرد ثلاثة والعشاء أربعة المجموعة 17 ركعة ما علاقته بالأذان؟ هذا الأذان الله سبحانه وتعالى اختار من حروف اللغة العربية سبعة عشر حرفاً ليبني هذا الكلام الرائع لا عشرين ولا تسعطار ولا ستعاش نعم حروف اللغة مناع عشرين حرفاً عجيب مش صدفة أبداً أبداً بالمنطق والأذان فرض ليلة الإسراء والمعراج ورقم سورة الإسراء في القرآن سبعة عشر عجيب يا دكتور تناغم بين الأذان وبين القرآن الله أكبر تناغم أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله وأكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله لا إله إلا الله تحب أن نرى لغة الأرقام لكي يستيقن معنا حتى يعني تبقى المشهد نفسه المشاهد الكريم نعم ويستمتع إذا علمنا بأن عدد أشهر السنة إثنى عشر وأن هذا الأذان يرفع على مدار السنة فإن عدد المقاطع هو إثنى عشر جميل وختم هذا الأذان هذه المقاطع الإثنى عشر ختمت بعبارة هي خير ما قاله النبيون لا إله إلا الله تتألف من إثنى عشر حرفا سبحان الله تناغم نعم لأنتقل بك إلى اللوحة التالية لنرى كيف رتب الله هذه الكلمات وكيف رتب هذه الحروف وكيف أحكم بناءها انظر الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله لا إله إلا حكام عديم يعني هذا يدل على أن الله هو صاحب هذا الأذان منه وإليه ترجعون سبحانه وتعالى انظر يعني تقول الله أكبر أول شيء أول شيء الله آخر شيء لا إله إلا الله تبدأ بأله وتنتهي الله سبحانه وتعالى وموافق للقرآن متفق إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله أنت بدايتك من ربك ونهايتك إلى ربك سبحان الله لذلك يعني دعني أتابع معك وأتأمل هذه الروائع فعلا يعني الإنسان الذي له عقل ينبغي أن يتأمل أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله أحد عشر مرة انظر واحد وواحد انظر سبحانه العدد أحد عشر هو العدد الوحيد الأولي الذي يتألف من واحد لواحد واحد وواحد سبحانه عدد لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر وأكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله تكررت 2699 مرة وهو أيضا عدد أولي لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر ألا يدل على أن صاحب هذا الكلام هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذن هذا التناغم وهذا التوافق والتطابق بين القرآن وبين الأذان يدلك على أن المصدر واحد نعم نعم أنتقل بك إلى مزيد من العجائب لكي نرى كمان أكثر مما مضى لكي نرى يعني وهذا القليل هذا القليل مما سنعرضه نعم لو قمنا بعد حروف الله تعالى في الأذان الألف اللام ألهاء نعم سوف نجد 112 حرفا عدد حروف الله يعني الألف كم مرة واللام والهاء هذه حروف الله تعالى الحروف الأبجدية لإسم الله لإسم الله ثلاثة أحروف عددها مئة واثنى عشر نفس رقم سورة الإخلاص قل هو الله أحد سبحان الله الله أحد انظر سورة التوحيد والإخلاص نعم الله أحد وآخر سورة ذكر فيها اسم الله في القرآن هي قل هو الله أحد سبحان الله يعني أول مرة ذكر اسم الله في سورة الفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآخر مرة في سورة قل هو الله أحد عدد السور مئة واثنى عشر نفس عدد حروف اسم الله في الأذن شو هذا الربط العجيب تناغم يعني التناغم سبحان الله نعم دعني أنتقل بك إلى القرآن الكريم جميل نحن نعلم أن الإنسان أو المؤمن يركع لله سبعة سبعة عشرة مرة نعم في اليوم والليلة الفرود نعم عدد الركعات المفروضة نعم سبعة عشر كل ركعة فيها ركوع وسجوداء جدين نعم إذن كم مرة تركع لله في اليوم سبعة عشر وتسجد أربعة وثلاثين نعم هذه حقيقة دينية معروفة يطبقها نعم طيب في القرآن الكريم وردت كلمة اركعوا كثيرا صح وأسجدوا كثيرا ولكن اركعوا وسجدوا مرة واحدة فقط في أواخر سورة الحج عجيب جمعة بينهم مرة واحدة مرة واحدة جمعة كما أنت تجمع في الصلاة بين الركوع ثم السجود سبحان الله يقول تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ إذن الآية الوحيدة التي جمع فيها بين الركوع والسجود إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا بهذه الصيغة طبعا هناك صياغة أخرى في القرآن ولكن كأمر للمؤمنين إِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا نعم وردت في هذا الموضع طيب أنا لو أردت كمهندس أن أضع هذه الآية في موضع يتعلق بعدد الركعات وعدد السجدات ماذا أفعل؟ تأتي بين ركعات يعني يجب أن أختار موقع مناسب نعم أين وضع الله هذه الآية؟ أين؟ وضعها في الجزء سبتعش الحزب أربعة وثلاثين أنا ترتيب لا تعلم ترتيب إلهي سبحانه من أنزل هذا القرآن بنظمه وحكمته سبحان الله أقم الصلاة تكررت في القرآن نحن كم مرة نقيم الصلاة؟ في اليوم والليل خمس مرات خمس مرات الأمر الإلهي أقم الصلاة ذكر في القرآن خمس مرات بالضبط فقط بعدد الصلوات الخمسة ونحصي هذا عندما نعى المشاهد يعده بنفسه نعم نعم أقيم الصلاة إثنى عشر مرة بعدد أشهر السنة أقيم بالجمع سبحان الله لأن الأذان يقام في كل الكرة الأرضية صحيح خمس زائد اطناش يساوي سبطعش هو عدد الركعات المفروضة توافق عدد عجيب سبحان الله إذن أنت هنا لست أمام كتاب عادي ولا كتاب معجز هو ما فوق الإعجاز هو ما فوق الإعجاز من يعترض على كلمة إعجاز نقول له إن هذا القرآن لو كان هناك كلمة ما فوق الإعجاز استخدمناها ولكن هذه حدود اللغة بزاك الله على هذا الفتح وكل خير بارك الله وذكرنا الدكتور عبد الدائم بقول الحق تبارك وتعالى قل لإني جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا